ازايكم عاملين ايه يا رب وكلكم تكونوا بخير النهاردة جيبالكم وصفة منينة من الاخر منين عجب منين بقى كعب غزال زي ما تحبوا تسموه سموه يعني ده حاجة كده فتح الشهازة ما بيقوله حاجة كده امره جميلة فيها اشكال كتيرة ممكن تعملوها زي ما انتوا عايزين فيه منها محش بالعجوة وفيه منها السادة زي ما انتوا عايزين بالزبط يعني نفسكوا فيه اعملوه طبعا لو حابين تحطوا السمسل من جوه العجين اعملو كده اتعملو زي ما انا عملت كده حطتوه من بره تمام ممكونات معنى سهلة جدا وبسيطة مش هنجيب حاجة من بره كله ان شاء الله بإذن الله موجود في البيت معينا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات كباية سكر ميجرام طبعا سكر بودرة كيس خميرة كيس بودر زي ما انت شايفين كده خميرة خميرة فورية وكباية سمنة على زيت دافية وطبعا معنا البهارات بتاعتنا حاجة بسيطة جدا هنجيب معلقة يانسون معلقة شمر ناخدهم دافة بس على النار كده ونتحنهم ونحطهم ان شاء الله كده يعني نعديها على مصفى وتبقى تمام معنا هنحطها بقى في العجين الديئ والبهارات بتاعتنا اللي هي الشمر واليانسون وممكن نحط معلقة كبيرة راحة الكعب دي برضو تستعلي جدا بناخدها تقليبة كده في العجين وعلى فكرة ممكن نحط كله كله على بعض وكده في طبق عادي بتاع عجن ونشتغل عادي بقدينا بس ان طالما العجين موجود معايا يعني بحب سهل على نفسي زي ما انتم شايفين كده بس زي ما قلت لكم كله كله ممكن يتعامل كده عادي يعني في أي طبق عجن بالزات في المنين يعني كل شوي بفتح العجين ودي تقليبة طبعا دي اسمها مرحلة البس فاحنا بنشغلها وبنبس العجين كويس جدا لازم يشرب احنا عطينا سنة على الزيت طبعا سنة بس فاكنها على نور حاجة بسيطة مش مسخنينها عادية خالص يتوبك بس نفكها مش اكتر طبعا البس لازم ياخد وقته جامد خلاص بسنا وخلصنا بس بنحط بقى الموجة المية الدافي عشان نتشغل الخميرة الموجة انتم شايفينه دوت موجة يعني متاح في معظم البيوت بنحط انا حطيت معايا بالضبط موجين كاملين طبعا المية العجني دي احنا جماعا بنستخدم المية يعني بنستخدم المية بالذات لحد ما نلاقي السنك العجانة زي ما انتم شايفين كده بندوس عليها بنضغط عليها مش بترجع بسهولة بقى وراها وبحطها في العجان وهغطيها واسبت تخمر مدة ما تقلش عن ساعة في الوقت ده بكون مش اغالة بقى الفورن التانى على درجة حرارة 180 معايا سمسم ومعايا حابة البرقة عجوة زي ما انتم شايفين كده سيحتها في الفورن طبعا لانه شغال من قبلها بمدة حطيت عليها معتين سنة او معتين زبدة يعني ربع معلية قرفة بتدي تستعلي جدا للعجوة فردت حتى كده من دعجينة بطلتها بسنكروفايع جدا 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 ومعايا العجوة طبعا يعني سرسة جدا ممكن افردها زي ما فردت العجينة بس عادي انا بحب الحركة دي زي ما انتم تحبوا تعملوها عايزين تفردوها من الاول وترسوها عليه تمام انا بحب ان انا يعني يعني افردها كده بايدي وارققها خالص خالص وحطها زي ما انتم شايفين كده بغطي كل الكمية العجينة بتاعتي بالعجوة زي ما انتم شايفين كده ما خلتش حتى ما فهيش طبعا دي هنعملها اسمها رول فانا بقى هنهقفل على الدايق زي ما انتم شايفين كده ولف زي ما انتم شايفين بعمل كل الحركات واضحة قدامكم ولازم اقفل العجينة كويس جدا عشان انتم تفتحش مني في الفرد ببطط عليها كده واناييمها شوية واضبط كل النواحي بتاعتها وهجيبها سكينة بقى معايا سكينة البيتزا معايا سكينة عادية باخد سمك مثلا صبوع كده عقل الصبوع وقطع زي ما انتم شايفين كده شكلها رول طحفة جدا سهلة وما فيهاش اي افتكاسة يعني بس جمد من الاخر شكلها حل وقوي بنعمل احنا شغل الافران والشغل العالي كله عندنا ان شاء الله مفيش يعني اسهل من كده طبعا زي ما قلتلكم معايا هنا سمسم ومعايا حبة البركة ودي بيضة عليها معلقة خل ممكن تحطوا عليها فانيليا لو ما فيش خل زي ما انتم حابين وممكن تحطوا برضو فانيليا معلقة خل زي ما انتم عايزين برضو باديها تبطيطة صغيرة كده بايدي وبفرشة كده بادهن بقى البيضة ديت على الوش كله ممكن بقى ترشوا سمسم كده بيديكو من فوق وممكن تعملوا زي ما انها اعمل بغطصها كده عشان عملها سمسم واحدة سمسم ووحدة حبة البركة ممكن تعملوا برضو الحاجات دي سمسم والحبة البركة في العجينة النفسها تحجنوها مع العجينة بس انا بحب بدي الشكل بتاعها من برد بشكلها ألز وأشيك يعني زي ما انتم شايفين كله بقى في ايدينا ونعمل زي ما احنا حابين يعني مش شرط اللي انا هعملوا تعملوه انتم بقى فننوا وعملوا ان شاء الله احسن مني تحفة جدا ولا فيها اي حاجة صعبة يعني كده يعني حاجة منوها لا حاجة زي ما بيقولو هنعمل شكل تاني طبعا هجيب العجينة وبططها كده وفردها بالمردة برقاقها برضو زي ما قلتلكم زي ما انتم شايفين كده طبعا رقاقت العجينة كويس جدا وطبعا مرتها عجو وحطت الطبقة التانية وبقطعات بقى مدورة له باي قطعات عندكم انا بحب الشكل ده ببقى شركة سامبل كده وهيدي وبضط عليك كويس عشان تطلع معايا الواحدة بوحطتها كده تمام شكلها حلو جدا وجميلة وفي التقديم شكلها روعة واي زوائد عندنا بنفكها من بعضها بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده وبنرجع نعيدها تاني بنحط العجينة على بعضها والعجوة على بعضها بجيب كمان معايا شكل ببطط العجينة كويس وافردها واشل الزوائد زي ما انتم شايفين معايا اللي هي السكنة المشارشاتة بتاعت البيتزا بتسهل علي برضو ده من اللي هو السيدة بالشكل المعطات اللي احنا عارفينه يعني مش جديد علينا وبحطه عندي في السوق زي ما انتم شايفين كده اخد مني بالزبط ربع ساعة تلت ساعة بكتير حسب فرني وفرنك من فرني الفرنك يختلف بس في الاخر طعمه ويعني فوضيع بجد مع قبية شاي بقى او نسكة فيه فجوع اخر الليل حاجة كده تشبعوا جميلة جدا واتمنى بقى تدعموني ودتدوسوا لايك وتشيروا الفيديو من اصحابكم وان شاء الله باذن الله يعجبكم ودونتم بقى الفخير وسعادة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر